أهلا بكم متابعنا كراما في كل مكان قبل ساعات من موعد صلاة الجمعة الموحدة التي دعا لها زعيم التيار الصدري بدأت الأفواج تتجه من محافظات وسط وجنوب العراق صوب مدينة الصدر في العاصمة العراقية بغداد وذلك لأداء صلاة الجمعة الموحدة التي دعا لها زعيم التيار الصدري لأغراض العبادة فيما يرى البعض أن لهذه الصلاة أبعاد سياسية كبيرة قد تحملها في طياتها لكن ما هي هذه الأبعاد وكيف يمكن أن تؤثر هذه الصلاة على المشهد السياسي العام في البلاد هل يمكن أن تغير من مجرى المفاوضات هل يمكن أن تكون سببا في تعطيل العمل وفق المجريات الجارية في المشهد العام العراقي أسئلة كثيرة تبحث عن إجابة أيضا حول التسريبات التي خرجت لزعيماتها في دولة القانون نوري كامل أمريكي في هذا التوقيت وما الذي سيترتب على هذه التسريبات البعض يرى في صلاة الجمعة الموحدة التي ستخرج هي استعراض للقاعدة الشعبية الكبيرة لزعيم التيار الصدرية والبعض يرى منطلقا لموجة احتجاجات كبيرة قد يشهدها العراق في قادم الأيام وبعض الأطراف الأخرى تجد في هذه الصلاة هي محاولة للضغط وذلك لمنع الإطار التنسيقي من تشكيل حكومة توافقية وأن يراعي ضغط الشرع ويراعي متطلبات الشرع بتشكيل حكومة أغلبية وطنية فما هي رسائل وكيف سيتم التعامل مع الصلاة هي ساعة قليلة وسنرى الإجابة من الشرع